الى اليوم هناك أديان وشرائع وملل ونحل لم تفرغ بعد من حسم موقفها إذا مسألة أو قضية النفس والبدن هذا البدن المسكين دعب أناس على أن يصوروا بأنهم مباءة ينبوع بحيرة الشر والنتن والقذر والدنس كيس روث بتعبير أحد الرهبان المسيحيين كيس روث مآله أن يأكله الدود دود الأرض ما هذا البدن وبعض آخرون وحتى من رجال الدين قدسوا ومجدوا وجعلوا المتعاء والشهوات طريقا إلى ترق الروح والعياذ بالله نعمل الزندق العجيبة الغريبة وما أمثلت راسبوتين منه ببعيد راسبوتين كان أحد الرهبان الأرثوكس الذين انطلقوا من هذه الفلسفة الزنديقة هذه فلسفة زنديقة وفي المقابل هناك من توسط تعبير جميل لراكني في الحقيقة للقديس فرانسيز الأسيزي حين قال البدن له هذا وله هذا هو أخي الحمار تعبير جميل في منتهى الرواح قال البدن هو أخي الحمار أخي في أخوها معينة الروح والبدن أخي ليس كذلك؟ هو أخي الحمار لماذا الحمار بالذات؟ لماذا ليس الحصان لماذا الحمار؟ لماذا ليس الغزال لا أخي الحمار الحمار يجمع بين الجمال وبين ما يبعث على الضحك بصورة تثير الإشفاق فعلا فيه جمال وفيه ما يضحك الحمار الحمار كائن قوي حيوان قوي وصابور يقول لك أصبر من حمار أصبر من حمار ما فيه أصبر من الحمار كائن صابور جدا وقوي وجلد ونافع وأيضا الحمار يحتاج إلى مراقبة دائمة وإلى سياسة تراوح بين الشدة واللين أليس كذلك؟ بين الإعطاء والمنع يعني بين الجزر والعصى هذا الحمار الحمار يساس بالجزر مرة ومرة بالعصى وهذا هو البدن ليس مقدسا ليس ممجدا وليس مدنسا والدين لم يأتي لكي يبعث على أن نتنكر لهذا البدن لماذا الله هو الذي بنى خطته في الإبتلاء في هذا الخليق على أن يكون الإنسان روحا أو نفسا وبدنا كيف نتنكر لهذا البدن كيف نشطبه كيف نعادي على طول الخط نتوقي لأننا فيه كأنما غير موجود غير صحيح هذا غير صحيح بالمرة ويفشل على فكرة وهذا يفشل انتبهوا يفشل باستمرار النجح مرة أو مرات معدودات مع مجموعة من القديسين والأولياء والعرفاء والرهبان يفشل مع الملايير من الناس انتبهوا مع الملايير وشرع الله لم يأتي إلى الأفراد إنما جاء للملايير جاء للمجموع جاء للكل شرع الله تبارك وتعالى على كل حال ثم بعد ذلك بام لي ووضح أن أنفال هؤلاء الأنفار من الناس يا إخواني مع إيمانهم بالله من حيث العصل أن هناك إلان هو الله موجود مطلع مراقب وعليه المرجع والمقلب والمصير المشكلة ليست هنا المشكلة عندهم أنهم لم يحققوا إحصاء أسماء الله إن لله تسعة وتسعين إسما من أحصاها دخل الجنة ما يكفيش تقول لي الله خلاص وبعدين تعيد إنتاج صورة أستغفر الله من كل تعبير أعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان وكل تعبير لا يرضي الله تبارك وتعالى وقد أجور فيه أو أخطي أو أغلط أستغفر الله إنما هو من نفسي ومن الشيطان اللهم غفرا 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 إذن هؤلاء يعيدون كما قلت غير مرة في أكثر من الخطبة يعيدون صورة الله تبارك وتعالى بما يتكيف مع ماذا ويناسب ويلاعم ويلتعم بأهوائهم وشهواتهم وأغراضهم يبطل هنا هذا الإله المصور انتبهه ليس الإله الواقع إله 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 وهو الواقع الحقيقي المطلق يبطل أن يكون إلها للعالمين ربا للعالمين إذا كان ربا وإله للعالمين وأنت تعبده وتوخم به على أنه كذلك يستحيل أن تفهمه وتفهم شرعه بما يسوّغ لك ظلم الناس هضم الناس الإستطالة في أعراضهم تغوّل حقوقهم لماذا؟ أليس عبيده مثلك؟ أليس خلقه مثلك؟ أليس لهم كرامة الآدمية ولقد كرمنا بني آدم؟ أليس لهم الحرم والعصم موفورة؟ تماماً لكن بطل هذا الإله المعاد اختزاله واخترامه وإنتاجه بطل أن يكون إله العالمين صار إلهاً شخصياً إلهاً له كلا هذا ليس الله الذي تعرف إلينا عبر عشرات وعشرات الأسماء والصفات في كتاب الله زباء مئة وسبعين اسماً من أسماء الله ليس فقط 99 هذه تحديث الترمذي وفي السنة عدد يعني المجموع تقريباً يعني أكثر من مئتين أكثر من مئتين في الكتاب والسنة وهي أكثر من ذلك في الواقع أكيد كلها لكي لا نقع في خطيئة اخترام واختزال صورة الله تبارك وتعالى لست في حل أن تنتج تصوراً كما تريد لله أنت متعبد بأن تتقرب وتتعرف إلى الله كما تعرف هو إلينا لا إله إلا هو في شرائعه عبر أسمائه وصفاته عبر أقواله عبر وحيه جل مجده في علاه هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب إن لا تفعل تكون ماذا؟ لن أخوض في قضية التكفير والإقرار بالإيمان على طريقة التقليد طريقة المقلدين ليس هذا من هدفي وليس هذا همي ولا من همي همي هنا فقط أن أشير أيها الإخوة بطريقة يفهمها الكل إلى أن الله تبارك وتعالى كلما قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا فإنما يخاطب عموم المؤمنين لا يخرج مؤمن ولا حتى رسول الله لا يخرج مؤمن من هذا الخطاب ما يحصل مع هؤلاء المؤولين المجرمين في تأويلهم أنهم يخرجون أنفسهم لا لا هذا ليس لنا هذا لهؤلاء أنا عبد خاص أنا عبد مخصوص على فكرة الجنون الديني يلعب هنا يجد مساحة يلعب الجنون الديني فعلا حين تتلبس الإنسان روح شيطانية انتبهوا والنبي قال للشيطان لما تم بابن آدم آه طبعا في لحظات معينة وما بتحدث عن اللبس بالمعنى الذي حتى ننكره أنه يسكن فيك يستأجر شقا وفروشا لا ليس هذا النبي قال يولم تولم هذه الروح الإبليسية الروح الشيطانية بك والعياذ بالله وتصبح فيك انبعاثات شيطانية إبليسية هتقول لك كيف أعرف طبعا كل ما خالف شرع الله فهو إبليسي شيطاني كل ما خالف شرع الله وما في مجال للتخصيص بالهوى وبالعرف وبالإرادة وبالوهم أنني عبد مخصوص هذه الزندق على فكرة هذه معنى الزندق تماما أنك تحل نفسك ما حرم الله على عمو المكلفين تترخص فيما لم تأذن به الشريعة لم تعطيه رخصة أنت من عندك تقول لا هذه رخصة لي أنا أفعل هذا حرام عليهم حلال لي الله أدرى بي أنت هنا ببساطة أخرجت نفسك من عمو ماذا؟ المنادين المخاطبين بقوله يا أيها الذين آمنوا لم تعد منهم يا أحمق صح؟ يا شقي لم تعد منهم تلعب بنفسك أنت؟ تلعب بدينك هو يظن أنه يفعل هذا أيها الإخوة لكي يجعل نفسه عبداً مخصوصاً في رتبة خاصة عند الله صحيح؟ وفي الحقيقة هو حط رتبته وأخسها بحيث خرج عن أفق الذين آمنوا خلاص صار من الذين كفروا من الذين ألحدوا من الذين نافقوا من الذين تزندقوا لا يعنينا المهم هو ليس من جملة الذين خاطبهم الله بيا أيها الذين آمنوا فحذار حذار حذار ما العبث بدين الله ما العبث بشرع الله من هذه التأويلات المجرماء والتي كما أقول تأتي الكارثة لتقوم دليلاً على إجراميتها دليلاً على إجراميتها إلى الآن أيها الإخوة لا أزال في المقدمة في مقدمة حديثي طيب ماذا أحب أن أقول؟ قد يقول لي بعضكم كيف قرأت أنت هذا الحادث؟ كيف قرأت الفاجعة؟ كيف قرأت الكارثة؟ هل فككت هالح؟ أكيد حاولت كما حاول غيري وإن كانوا كما قلت ندرة قلة منزورة حاولت وسأحاول معكم الآن سأحاول معكم الآن مجدداً أنا أيها الإخوة أحدث أن هؤلاء المجرمين والذين لا يكفي في فهم مسالكهم أن نعطهم بالمجرمين هذا ليس كافي هذه مثل صيحات البابون عاد والشمبانزي مجرمون قتلاء كفاء لا يكفي هذا لكنهم مجرمون بلا شك بلا مثوية هم